يعني الآيات اللي قرأتهم من روميا ومن كولوسي يعني بيوضحوا نوعا ما فكرة الخلق الكتابي لازم يكون في مصدر إلهي لازم يكون في يعني ديزاين في إشي عقل إلهي مصمم وحافظ ومهيمن في نفس الوحي بالضبط كده الفكرة في المبدأ الإلحاد أنه عايز ينفي وجود الله خالص وعارف ليه؟ لأنه هم مش عايزين يبقوا مسؤولين قدام هذا الإله لكن المسيحية بتقدم الله الخالق والله الفادي عشان يكون لي علاقة تاني معاه طب ليه إحنا كمسيحين نعتبرها هذا التعليم نعتبره تهديد لإلنا بينما يعني أنت بتتكلم بالعكس أنا بشوف الشيء المناقد يعني لا ما نتكلمنا عن جزء واحد وهو الانتخاب الطبيعي ونؤمن به والتفارات إحنا نؤمن بيها بس مجموعهم ما يعملش حياة مجموعهم ما يعملش التطور المنشود المشكلة بقى أنه لما النظرية دي ابتدت تنتشر ابتدوا بعد كده الجماعة اللاهوتيين يحاولوا يحشروا هذه النظرية في كلمة الله فبالتالي دي عملت مشكلة كبيرة قوي لأن النظرية دي تعتمد على البقاء للأصلح تعتمد على موت وحياة وحياة وموت والسايكل تستمر كده لكن الواقع السؤال إيه اللي بفسر الحياة؟ ما فيش النظرية دي ما تجاوبش عليه النظرية تنشؤوا الارتقاء لا تستطيع أن تعطي إجابة واضحة عن منشأ الحياة هي كل اللي بتقول الحياة بتدت وبعدين بقى تطورت بالشكل اللي هم بيحكوا فيه لكن الكتاب يقول فيه كانت الحياة بل الضبط كده فيه مصدر بل الضبط فيه مصدر وفيه كلمة الله وفيه حياة الله بيعطيها مش بالصدفة العشوائية زي ما هنشوف إحنا شفنا الانتخاب الطبيعي وشفنا أنه ما بقدرش يخلق هو بس بيوزع المجموعات الحيوانية والإنسانية حسب المكان المناسب لها ترجمة نانسي قنقر